موسيقى أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الدوحة أصبحت محطة مهمة من محطات أي مشروع ثقافي فني إعلامي ولذلك وجدت الفنان الشابة شذا حسون في الدوحة الفن والفكر والثقافة خطوة مهمة من خطوات تسويق البومها الغناء الجديد الذي طرح في أسواق الدوحة قبل يومين بعنوان شذا حسون وجه ثاني وهو بكل المقاييس الفنية وجه من أميز ما طرحته مؤسسات الإنتاج في الآونة الأخيرة لأنه بصوت نجمة شابة سجلت حضورها وبكل اقتدار وهو اليوم يضم في قائمة أغانيه 12 نخبة منتقاه من أهم الكتاب والملحنين الخليجيين والعرب وهي خطوة غاية في القوة والذكاء للنجمة الشابة جاءت شذا حسون إلى الدوحة لتلتقي بالجمهور القطري من خلال وسائل الإعلام القطرية المختلفة وهي صوت استحق الاهتمام والدعم فكيف أن تقرأ اسم بدر من عبد المحسن وكريم العراقي وعبد الله بوراس وأسير الرياض وحامد الغرباوي وكاظم السعد مثلا ككتاب ويكفي أن تجد اسم دكتور عبد الرب إدريس وأحلام ورويشد وناصر الصالح وعصام كمال وحاتم العراقي وغيرهم من الملحنين لتتفاءل خيرا بشذا حسون 2011 مرحبا بك وحياتي الله أحياتي الله وسعيدة جدا بهذه المقدمة شكرا إليت ومقدمة رائعة وخجلت الحقيقة من هذا الكلام الجميل وأول محطة لها طبعا بعد ترح الألبوم من يومين هي هذا البلد لأني أعشقها بلد قطر لهو متبني لكل فنان متبني لكل شيء جميل فسعيدة جدا بوجودي هنا ويا رب إن شاء الله أكون ضيفة خفيفة على كل الناس اللي اليوم تشاهدون تأكدي أنت ضيفة دخلت قلوب الناس بدون استئذاني شذا وتستحق هذه المقدمة لأن فعلا الكل يتكلم عن هذا البلوايد سنسعلف عنه إن شاء الله اليوم ما شاء الله حرستي على لقاء الصحافة القطرية وأنت دائما ما شاء الله مطلة على الصحافات العربية والخليجية فمن وين جاء هذا الحرص الحلو منك يا شذا أنا أحرص دائما على أعتبر أنه الفنان ضروري جدا أنه يكون عنده علاقة جميلة بالإعلام أنه الإعلام هو الأساس عند كل فنان وحرصت أنه عند تواجدي هنا في قطر أنه يكون فيه لقاء بيني وبين الصحافة القطرية اللي أنا أحترمها جدا وحتى ألتقيهم حتى ألتقيكم وألتقي اللي هي حتوصلني للشعب والجمهور القطري المتذوق دائما اللي حريص على يعني أنه يكون دائما يعرف الجديد ويحب كل شيء جديد في الوسط الفن وماشاء الله على تشو هلو كل حلو اليوم عضايا خليجيات ليون القطري يتوح سعيلت وبعد لا أنا طبعا ما ألبس هوايا بس حرصت على أنه ألبس أول شيء لأنه أحب جدا عبايا هفت شيء جميل جدا حتى بآخر كليبي شعلها كنت جابس العبايا غير أن هو البس جميل كان كذا كليب عراقي جميل اللي سلميتش واهي بالأخير هذا زي جميل ورسمي فطبعا هذا أحترم جدا نعم ما شاء الله شاذا جمعتي أسماء جدا مهمة في هذا الألبوم اللي طرح قبل يومين بأسواق طبعا دوحة كتاب وملحيين ما شاء الله من أفضل الأسماء شون جمعتيهم يعني أنا أنا أعتقد أن هذا السؤال رح يكون غريب عليك الكل أول ما مسك الألبوم وقرأ كل هالأسماء الجميلة بهالألبوم قالوا من وين يبتهم شون جمعتهم أسماء جدا كبيرة ومهمة وفي أسماء صعب يعطون قصائدهم أو ألحانهم أسماء الأول مرة تلحن معه كمطربة شابة يعني لا الحقيقة لقيت دعم جميل وكبير جدا كل فنانين ومن فنانين ثانين بس ما قدرنا نحط كل الأغاني في ألبوم واحد بس الحقيقة للناس اللي تعاونتوا إياهم أريد أشكرهم طبعا بداية من الفنان الشاعر الكبير الأمير بدن عمي محسن لثقة فيها كانت عالية من خلال حرصة على إعطائي لحن جميل جدا وكلمات جميلة جدا من ألحان في دكتور عبد الرب الدريس طبعا ما رح أنسى فنانة الخليج ست أحلام اللي لأول مرة تلحن وعطتني أغنية جميلة جدا من كلمات الفنان الكبير عبدالله أبو دلا يعني أنا ما غريب عليني أنا استغربت وانا قاعدة مع تيسير شفت اسم السادة أحلام قلت أحلام أنت غلطان أحلام حاطة من ضمن الولحني لقول لي إي 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 إحلام تلحن قلت أنا عارفة يعني أن أحلام ما شاء الله عليها يعني أغنية مقادر ما شاء الله ألحانها جميلة بس أنه فعلا هالشغلة جدا حلو متميزة وتميزتي أنت فيها لا الحمد لله وهذه الأغنية الحقيقة تأخذ صدع جميل جدا بين كل الأغاني وساعدت جدا بهذا الثقة اللي أعطتني إياها الفنان الكبير أحلام وكانت عاون جميل والحمد لله دا ياخد صدع جميل إن شاء الله يا رب يكون أنجح وأنجح يا ربي شذا دائما يعني هكذا نستطيع أن نقول أنه هذا الألبوم هي نقلة نوعية لشذا فما هي مواصفات النقلة اللي ممكن نسميها نقلة نوعية نقلة كبيرة ما هي مواصفاتها بالنسبة لك هو حرصي على أنه يكون في أغاني جميلة يحبوها الناس حرصي على التركيز على هويته وهي العراقية والخليجية من خلال هذا الألبوم حرصي على يكون في تعاون بعد كشركات يعني كإنتاج مع شركة مهمة اللي هي شركة روتانا اللي هي موزعة وغير أنه تعاوننا بهذا الألبوم وبألبومات إن شاء الله ثانية من خلال الدعم الإعلامي والدعاية اللي دان سوي لها يعني للألبوم فأكو هواية يعني أشياء اللي دا أحاول نشتغل عليها حتى يكون في نقلة الناس تحبها وأني أحسها يعني حتى عشان هيتش يسمينا الألبوم وجه ثاني أنا من خلال هذا الألبوم حابة أنه الناس تشوفني بوجه فني ثاني غير وجه اللي شافتني عليه خلال السنتين وثلاث سنين اللي كنت أشتغل فيها نعم نشوف مع بعض كذا ولاحظوا معي مشاهدين عبدالله رويشد أحلام عبدالرب إدريس حاتم العراقي فايز السعيد كلهم مطربين ولحنولت هل أستطيع أن أقول أنت أنت مطربة المطربات مطربة المطربين شذا؟ لا ممكن نقول أنه شذا تغني للنجوم أو للمطربين أنا سعيدة جدا أنه الفنانين اللي قلتي أسمعهم كله أنا أحبهم معجبة فنهم هوايا فكنت حابة كل واحد يعطيني من روحه فأخذت روحه وحطيته على روحي وقلوا على هذه النتيجة دمجة حلوة دمجة حلوة يعني أغنية الفنان الكبير حاتم العراقي بعد من الأغاني الجميلة جدا كلماتها من كلمات الفنان الكبير كاظم السعدي أغنية حلوة وطبعا الفنان عبدالله رويشد يعني جد مبسوطة بتعاوني وياه يعني من أهمه أعز الفنانين الخليجين اللي أنا أحبهم وثقة فيها بعد كانت عالية من خلال هذه الأغنية فالحقيقة الحمد لله يعني دائما أشكر رب العالمين أنه أعطوني ثقتهم ويا رب أكون عند حسن ظنهم كلهم ترجمة نانسي قنقر